للمنتخب امبارح الاتحاد المصري لكرة القدم اعلن عن تلقيه لاختار رسمي من الاتحاد الافريقي كاف بخصوص موعد مباراة غينيا المقرر اليوم 14 يونيو طبعا ضمن جولة الخمسة من التصفيات المؤهلة لامم افريقيا المباراة حتقام في المغرب على ذكر كلامنا عن المغرب حتقام في المغرب ان شاء الله بسبب استبعاد ملاعب غينيا لعدم اعتمادها من جانب الاتحاد الافريقي بكده بيتبقى للمنتخب المصري ماتشين امام غينيا خارج ملعبه وامام اثيوبيا في القاهرة ان شاء الله طبعا المنتخب مصر متصدر المجموعة الرابعة من التصفيات بتسع نقاط بالتساوي مع غينيا يليهم ملاوي واثيوبيا بثلاث نقاط ويا رب خير عايزين المنتخب يرجع يفرحنا زي ما كان يفرحنا زمان ونرجع نسعد بمتابعتنا دي ونلاقي اداء ومش لازم حتى نتيجة اضعف الايمان اداء يتماشى مع حجم وثقل وتاريخ المنتخب المصري ان شاء الله لان احنا كان فيه فترات